بهدف السيطرة على مرض الحمى النسفية ووقاية المواطنين منه سيما مربو المواشي والجزارون باشرت المستشفى البيطري في ديالة بتشكيل فرق جوال لغرض التوعية المجتمعية والدعوة للالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المباركة وإقبال الناس على شراء الأضحى نقوم قبل عيد الأضحى المبارك بزيارة ساحات بيع المواشي من أجل رشها بالمبيد ورش الحيوانات كذلك زيارة محلات الجزارة وفحص اللحوم اللي يتناولونها المواطنين من أجل تأمين لحوم سليمة قامة المسجف البيطري في محافظة ديالة اليوم باتجاه إلى مكان بيع الحيوانات الجوبة أو مقار بيع الحيوانات حيث قمنا مع عملية الرش للقضاء على القراد الناقل وكذلك اتجاه إلى عدة قراء لعمليات الرش وتوعية المواطنين وإعطاء البوصرات التوعوية المواطنون من جانبهم أثنوا على جهود دائرة البيطرة في المحافظة وفرقها الجوال لعملهم الميداني الدؤوب بتفقدهم نواحي ومناطق مختلفة سيم القرى وحظائر تربية المواشي المتمركزة فيها فضلا عن محال الجزارة يقتل جميع الحشرات ونشد على يد السيد مدير المستشفى البيطري كيف البيطرة تجي تفتع سامح على الله صار المرض نحن نتأذى قبل المواطن نتأذى كيف البيطرة تجي تساعد بين يوم يوم تتين واربعتين وخمسين يتجن علينا ويؤكد مختصون أن تنفيذ الحملات التوعوية والجولات الميدانية يسهم بشكل كبير في رفع المستوى التوعوي والوقائي حول مرض الحمى النسفية والذي يعد مرضا فيروسيا ينشأ وينتقل من الحيوان للعراقية الأخبارية شاكر الويندي ديالة